اهلا بكم الى نشرة الاخبار من الميادين مستهلة بابرز العناوين في دالكاسترو ابو الثورة الكوبية يرحل بعد تسعين عقدا من النضال حولت الجزيرة الصغيرة قوة عظمى بقيمها ومواقفها الحشد الشعبي يلمح الى مسئولية الطائرات التحالف عن اطلاق صاروخ يستادف اجتماعا لقيادته في مطار تل عفر مصدر امني في غرفة عمليات حلب يقول ان الرياضة واشنطن وانقرة ابلغت جيش الفتح عدم الخروج من شرق حلب والاعداد لهجوم جديد مصدر الكويتيون يتوجهون الى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس امة جديد مصدر صباح الخير ابو الثورة الكوبية الزعيم التاريخي في دالكاسترو رحل عن عمر الناهزة تسعين عاما هذا الاعلان جاء على لسان شقيقه الرئيس راول كاسترو عبر التلفزيون الكوبي هذا الصباح اذا رحل كاسترو بعد تسعين عقدا من النضال حولت الجزيرة الصغيرة قوة عظمى بقيامها ومواقفها وتنضم الينا من بيروت المتخصصة في شؤون امريكا اللاتينية سيدة وفيق ابراهيم اهلا بك بداية نريد ان اعرف منك تفاصيل اكثر حول حيثيات هذا الاعلان صباح الخير حقيقة احنا عرفنا من بيروت مثل ما عرف كل العالم انه اعلن الرئيس راول كاسترو هذا الخبر وقال ان التفاصيل بخصوص مراسم الدفن والا اخر هي رح يعلن عنها لاحقا اليوم كوبا والعالم اعتقدوا امريكا اللاتينية فلسطين العالم باجمع والانسانية جمعا يعني فقدت رجل انه حقيقة من اعظم الرجال وهذا شيء بده وقت يعني هذا باي كبير هو من اجه الرجال من ارق الرجال هو المفكر الفلسطين هو ابو فلسطين واعتقد انه انه كوبا بده تفكر شوي ولو انه هيدا نحنا لنا فترة من فكر انه الرجل مريض و الى اخره بس الخبر ما بيخرج عن قونه صدمة وليوم بده يشوفوا شو بده يعملوا يعني كيف بده تكون مراسم الدفن شو بده يصير فيما بعد يعني ولكن يعلن عنه لاحقا هذا الموضوع يعني نتفهم هذا التأثر طبعا سيدة وفيقة الاعلان جاء يعني منذ دقائق قليلة عن وفاة الرئيس والزعيم فيدل كاستر شكرا لك سيدة وفيقة ابراهيم المتخصصة في شؤون امريكا اللاتينية من بيروت اعلنت قيادة الحجد الشعبي في العراق انت ضربة صحيحة الصاروخية التي استهدفت اجتماعا لقيادة الحجد في مطار تلعفر لم تطلقها جماعات داعش بل نفذتها طائرة وقال القيادي في الحجد كريم النوري للميادين ان الاجواء التي انطلق منها الصاروخ هي تحت حماية قوات التحالف وكشف عن نجاة قادة بارزين في الحجد لافتا الى ان الاستهداف حصل بعد خروج رئيس الحكومة حيدر العبادي من الاجتماع بنحو ربع ساعة نعم نحن كنا هناك نصبنا خيمة في داخل المطار وكانت سعيدة عن العنظار لكن المفاجئة وطلقت طارق قريب للخيمة هناك جروح قفيفة لبعض قادة الحجد الحمد لله الضربات لم تكن مؤثرة والجرحة في مستوى قد يكون ثلاثة او اربعة لكن الضربات بالله الحمد لله احنا ليس المهم ما اثرت في الضربة لكن حيثيات وظروف هذه الضربة في ظرف نحو لدينا اجتماع قيادي مهم كان القيادات الكبيرة على رأسها وكان ايضا كان اجتماع لحضور القائد العام قوات مسلحة وهو يطلع على عملية تحرير المطار وقطع الطريق بين الرقة والموصل وعزل ثلاثة والوصول الى سنكار وطريق ثلاثة والخطة القادمة كان يتحدث وبعد خروج القادة العام القوات مسلحة بربع ساعة واكثر اطلقت صاروخ وكانت هناك قيادات متواجدة من خط الأول في الحجد الشعب لكن الحمد لله لن تصبح بأي ضرر إلا أحدهم مضروفة في بعض ضربات فسيفة وخدوش أنوري طالب بإجراء تحقيق من جانب قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في استهداف مطار تل عفر الطاروخ لم يوجه من داعش أو قذيفة هاون وإنما كل التحقيقات أنه طاروخ موجه من قبل طار كل الأجواء الغربية والشرطية ووجهة نوبيا كانت محمية بوجود الطيران التحالف الدولي وطارات مسيرة ترقب كل الواقع على الأرض إذن هذا الأمر يحتاج إلى تحقيق السريع من قبل الأمريكان وحتى التحالف الدولي ربما دولة من هذه الدول في التحالف الدولي لها غرض محدد نتمنى الإسراء لأنه يضر بمصداقية التحالف الدولي أمام شعوبهم وأمام رضي العام العالمي والعراقي يأتي هذا الاستهداف في وقت انطلقت فيه المرحلة الخامسة لعمليات الحجد الشعبي على المحور الغربي للموصل ويسعى الحجد إلى استكمال تحرير باقي القرى والمدن الجنوبة وغربي تل عفر إضافة إلى إحكام السيطرة على الطريق العام الرئيس بين تل عفر وتل عبطة الذي يعد من أهم خطوط إمداد داعش بين الصحراء الغربية للأنبار وصحراء الحضر تعليقا على لقاء أمني جرى في تركيا بمشاركة مفد من السعودية وأمريكا وتركيا وجيش الفتح أكد مصدر أمني في غرفة العمليات المشتركة للجيش السوري وحلفائه في حلب أن اللقاء طلب من جيش الفتح عدم الخروج من شرق المدينة والإعداد لعملية عسكرية ولو أدى ذلك إلى مقتل المدنيين المصدر قال أن الاجتماع يثبت أن الدول التي تدعي حرصها على المدنيين هي شريك كامل في القتل والتدمير ورأى أنه حان الوقت للمبعوث الأممي كي ينطفض ويقول كلمة حق فلا يكون منفذا لسياسة من سماهم متأامرين وشدد المصدر على أن قراره هو عدم القبول بالوضع الراهن للمدنيين الرهائن بيد المسلحين وإلا سيكون لديهم عمل يتناسب مع حجم التهديدات لا يقول عن السعر يطرد الإرهابيين من حلب بأسرع وقت ممكن التقدم التركي عبر قوات درع الفرات نحو مدينة الباب يشعل المشهد الميداني شمال شرق حلب دور كبير لأبناء المنطقة من عرب وكرد مدعومين من الجيش السوري في صد التقدم التركي محمد الخضر درع الفرات المدعومة تركيا تتقدم شمالا عبر قباسين شمال مدينة الباب وقوات سوريا الديمقراطية تضغط شمال شرق المدينة الجيش السوري مدعوم بقوات رديفة عربية وكردية من أبناء المنطقة سيطر على باب انس وتل شعير وحليصة وشيخ كيف مشهد ميداني يربك الخطط التركية بمدينة قباسين سيطرت قوات الجيش الحر أو درع الفرات المدعومة تركيا على المدينة من الجهة الشمالية الشرقية لمدينة الباب من منطقة تسمى منطقة شعالة تحركت قوات سوريا الديمقراطية بها الاتجاه والاشتباكات قائمة حتى الآن بها الاتجاهات استعادة الباب من داعش مهمة كبيرة للجيش السوري وحلفائه أهمية الأمن لمدينة حلب تفرض الإسراع بالتحرك العسكري نحوها فالسيطرة على الباب تقضي على ثقل كبير لمسلح داعش وتوقف التغرغل التركي وتنهي مشروع إنشاء منطقة آمنة ضمن الأراضي السورية الأهمية الاستراتيجية أو الموقع الجغرافي لمنطقة الباب في ريف حلب الشرقي تكمن أولا كما ذكرت أنها متصلة مباشرة مع المنطقة الشرقية للجمهورية العربية السورية بالإضافة إلى اتصالها مع الريف الشمالي المتصل إلى تركيا في الجهة الشمالية وحدات الجيش السوري تطل على قرى الباب جنوبا وتشكل قاعدة كويرس الجوية جنوبا منطلقا لأي تحرك نحو تلك المدينة لكن الانشغال بجبهات حلب يفرض تحرك أهالي المنطقة في وجه التدخل التركي من الملاحظة على الأرض أن هناك مكونات عدة من أهالي المنطقة يقاتلون جنبا إلى جنب مع بعض وحدات الدفاع الوطني ووحدات الحماية الكردية يقاتلون ضد وحدات الغزو التركي وما يسمى درع الفرات التي تقاتل هي اسميا درع الفرات لكن الواقع المدني يقول أن هناك قوات تركية ومدرعات تركية وأسلحة تركية وجنود أتراك على الأرض هم من يقاتل إحباط سيطرة درع الفرات على الباب وطرد داعش منها يؤمنان محافظة حلب دور كبير يعول اليوم على أبناء المنطقة لاستعادة المدينة بالتوازي مع معارك أحياء حلب الشرقية من نسبة للجيش السوري داعش ومسلحو درع الفرات قوات احتلال مواجهة أي تقدم للمسلحين المدعومين من تركيا باتجاه الباب يقوم به أهالي المنطقة مدعومين بالوحدات الكردية وأبناء العشائر كما تظهر تطورات الميدان محمد الخضر من طريق حلب الباب الميادين إلى لبنان حيث تمكن الجيش اللبناني من توقيف أحمد يوسف أمون وهو أحد أمراء تنظيم داعش في بلدة عرسال البقاعية إضافة إلى أحدى عشر مطلوبا في عملية استباقية نوعية وخاطفة هاجمت قوة خاصة من مدرية المخابرات بمؤازرة وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في منطقة عرسال مركزا لتنظيم داعش في وادي الأرانب في جلود المنطقة الحدودية مع سوريا حيث اشتبكت مع عناصره بمختلف أنواع الأسلحة القوة تمكنت من اقتحام المركز وأسر أحد عشر عنصرا على رأسهم أمير داعش في عرسال أحمد يوسف أمون الذي أصيب بجروح بليغة وبحسب بيان للجيش اللبناني أنهت القوة العملية من دون تسجيل أي إصابات في صفوف عناصرها وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر والأحزمة الناسفة ولمعرفة أهمية العملية التي نفذها الجيش يكفي التعرف على سجل أمون الحافل بالجرائم فأمون الملقب بالشيخ هو قائد مجموعة عسكرية أمنية ومطلوب من الجيش اللبناني لقيامه بأعمال إرهابية منها تجهيز سيارات مفخخة وتفجيرها في عدة مناطق لبنانية منها ضاحية الجنوبية الجيش اللبناني أكد أن أمون قاد مجموعة مسؤولة عن إطلاق صواريخ من عرسال باتجاه البقاع الشمالي وبلدتي حربتة والبزالية وهو منفذ اعتداء عام 2013 على الجيش اللبناني أثناء دورية أدى في حينه إلى استشهاد الرائد بيار بشعلاني والرقيب أول إبراهيم زهرمان فهل تكون هذه العملية مقدمة لعمليات أخرى تمهد لطرد الجيش داعش والنصرى من منطقة عرسال؟ إذ أن تنظيم داعش يسيطر على منطقة جردية تمتد من شمال جرود عرسال وتمر بجرود الفاكهة ورأس بعلبك وتنتهي عند جرود القاع بمحاذاة جرود جوسي أما جبهة النصرى فيتركز وجودها في منطقة وادي الخيل بجرود عرسال وهي تسيطر تقريبا على مساحة محددة جنوب جرود عرسال نحو وسط هذه الجرود حزب الله أشهد بعملية الجيش اللبناني في جرود عرسال ورأى في العملية تأكيدا للدور الأساسي للجيش في حماية الحدود وتخليصها من الإرهابيين وشدد على أن هذه العملية تعد تعبيرا حقيقيا عن التزام القوى المسلحة اللبنانية توجيه ضربات استباقية للإرهابيين الحزب أمل أن يكون للعملية أثرها في إعداد الجنود اللبنانيين الأسرى لدى داعش سالمين إلى أهلهم أهلا بكم من جديد أفدت مراسرة الميادين بأن الأسيرة المضرب عن الطعام أنس شديد نقل إلى العناية المكثفة بعد تدهور حاد ترأى على وضعه الصحي حركة الجهاد الإسلامي حملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الآسرين أحمد أبو فارع وأنس شديد وطلبت الحركة كل المؤسسات الرسمية والحقوقية بالضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة المعتقلين والإفراج عنهما سريعا تتواصل الحرائق في مناطق مختلفة من فلسطين المحتلة وسائل أعلام إسرائيلية أعلنت إصابة 12 إسرائيليا بعد اندلاع حريق في مبنى داخل مستوطنة معالي أدوميم كما أخليت مستوطنة حلميش قرب رام الله خلال ساعات الليل هذه الحرائق التي أحرجت سلطات الاحتلال وفضحت فشلها تحولت سريعا إلى حرائق عنصرية واتهمات للفلسطينيين بافتعارها هنأمة حميد هذه خريطة الحرائق في الشرق الأوسط الظاهرة تبدو طبيعية لكن حكومة الاحتلال الإسرائيلي سارعت مدعمة بجوقة إعلامية إلى اتهام الفلسطينيين بإحراق بلادهم في علاقة وظيفية موجودة ما بين المستوى العنصري أو التحريد لنقوله ما بين المشاكل التي تواجهها حكومة نتنيا كل ما زادت أكثر التهم وتورط حكومة نتنياو نتنياو شخصي في قضايا معينة نجد أن أسهل شيء للهروب من المواجهة هو إشعال الحرائق المرتبطة أكثر بالعنصرية وإشعال التحريد ضد الفلسطينيين في كل أزمة تعرضها للمساءلة والمحاسبة تتنصل حكومة نتنياو من مسؤولياتها مؤججة نيران العنصرية والتحريد فهذا هو الفشل الثاني الذي تسجله بإخماد الحرائق بعد حريق الكرم للشهير قبل أعوام ستة هذه الصور لحرائق طوقت أحياء وبلدات عربية داخل الأراضي المحتلة عام 48 لكن حكايتها أقصيت من أجندة الحكومة والإعلام الإسرائيليين لا أعتقد أن العرب يكون هذا الهدف معين لهم لأن الحرائق كانت عند يهود وعرب لما كانت في مرجع المرجع كلها عرب معركتنا الآن هي في محاربة التشويه الذي قضته حكومة اليمين وحكومة ميبي نتنياو على الجمهين العربية في خطة مدروسة لنزع الشرعية عنهم ومن ثم إقصائهم عن الحيز السياسي وحتى عن الحيز المكاني أكثر من عشرة معتقلين لدى الشرطة الإسرائيلية بتهمة إشعال الحرائق أو إشعال الصفحات الاجتماعية أما البراهن والأدلة على هذه التهم فهي غائبة حتى اللحظة عما يثبت ما أسمته سلطات الاحتلال بإرهاب الحرائق القومي دعوات نزع الجنسية من الفلسطينيين تسير كالنار في الهشيم بين وزراء حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف وسط تساؤل وغضب من أهل فلسطين الحقيقيين هل حقا يحرق الأرض أبناؤها أم الغرباء ومحتلها؟ هنأم حميد الناصرة الميادين رئيس دائرة العالم المسيحي في منظمة التحليل الفلسطينية الأب مانيال المسلم قال إن الحرائق المشتعلة في فلسطين المحتلة مدبرة إسرائيليا لتكون ذريعة لشن حرب على لبنان أو غزة أو مع فلسطيني الداخل أنا كفلسطيني أضع يدي على قلبي أنا خائف بأن إسرائيل افتعلت كل هذه الأمور افتعلت كل هذه المشاكل حتى تثير العواطف الإسرائيلية وعواطف القادة وأن تغطي إعلاميا أمام العالم وأن تجد مبررا لأن يسكت كثير من العالم على أن ما يجري الآن هو عملية إرهابية تقوم بها فلسطين والشعب الفلسطيني والشعوب العربية ويتهمون ليس فقط أبناء فلسطين ولكن شمال فلسطين يعني أنهم يريدون ضرب لبنان وغزة وكل ذلك يعني كل ذلك يشير إلنا بأن إسرائيل تخطط لحرب قادمة في المنطقة هذا ليس فعل فاعل يتوجه الكويتيون إلى سندق الاقتراع لانتخاب مجلس الأمة وسط توقعات بمشاركة كبيرة قد تصل نسبتها إلى 65% وتعد هذه الانتخابات السابعة التي تنظمها أو التي تنظم في البلاد خلال عشرة أعوام ويتنافس فيها نحو 300 مرشح بينهم 14 امرأة على 50 مقعداً نيابياً وتتميز هذه الدورة بمشاركة المعارضة بعد مقاطعتها للدورتين السابقتين إلى الملف اليمني حيث قال ناطق الرسمي لحركة أنصار الله محمد عبد السلام إن اتفاق مسقط ما زال قائماً وأن مصيره مرتبط بجدية الأطراف الآخرين في التزام تنفيذه وعلى رأسهم الولايات المتحدة وكشف عبد السلام أن آخر ما أبلغ به أن الرئيس عبد الرب منصور هادي سيوقع الاتفاق وأكد أنه ليكون هناك هدوء على الحدود اليمنية السعودية ولن تبدأ المشاورات قبل تنفيذ وقف إطلاق النار يتجه الوضع الصحي في اليمن إلى الانهيار ولسيما بعد أعلان وزارة الصحة في الفترة الأخيرة أن 85% من المستشفيات ستغلق أبوابها أمام المرضى بسبب عدم الأدوات الطبية ومستلزماتها والأدوية أحمد زبيب هذا المريض بعكازه وتحت أشعة الشمس الحارقة لا يزال يبحث عن دواء بات شحيحاً ويصعب عليه توفيره فضلاً عن أنه وغيره اضطر إلى بيع أثاث منازلهم للحصول على إكسير حياة نتيجة الفقر الذي يعانيه جميع اليمنيين على حافة كارثة صحية وإنسانية وضع المستشفيات والمراكز الصحية في عموم اليمن نداءات الاستغاثة لا تكاد تتوقف ف85% من المستشفيات ستغلق أبوابها أمام وجع المرضى نتيجة عدم المحاليل والأجهزة الطبية والمستلزمات الخاصة بها في ظل استمرار حرب التحالف وحصاره مأساة الكافة من الشعب اليمني عندما المريض يصل إلى عدم الافتقار لإيجاد الخدمة أو الحصول على العلاجة والدواء الذي هو بيستخدمه يومياً نحن كغيرنا من المستشفيات نعاني من انعدام بعض الأدوان الإصعافية والمتطلبات القراحية وأيضاً المحاليل الخاصة في المختبرات 412 منشأة صحية وما يتعلق بها استهدفها التحالف ومن بينها 232 وحدة صحية و61 سيارة إصعاف وضع امتد ليرحل نتيجته 3000 من الكوادر الطبية الأجنبية ولتفرض حرب التحالف على المواطن اليمني العيش بين جراح القصف المميتة وألم غياب مستلزمات العلاج ومعاناة الفقر أمام صمت دولي مطبق انهيار شبه كامل لجميع مقومات الصحة في اليمن مع تدمير التحالف الكثير من المنشآت الصحية وتأثر المئات منها نتيجة الحرب والحصار وسط مساعدات إنسانية لا تكاد تغطي اليسيرة من المطلوب أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين والآن نتابع نسجة مع أبرز عنوين الصحف العربية الصادرة لهذا الصباح وزميلتي سر الحاف صباح خير صباح خير لانا شكرا لك أهلا بكم جولتنا في عنوين الصحف العربية نبدأها مع صحيفة البناء وفيها نقرأ الجيش السوري يتقدم على محوري شرق حلب وريف الشمالي نحو الباب هل يجمد أردغان عملية درع الفرات مع التقدم السوري بعد اتصاله مع بوتن وأيضا في صحيفة البناء اللبنانية استشهاد فلسطيني برصاص العدو شمال القدس الاحتلال يعجز عن إطفاء الحرائق وحخام يحرد بقتل العرب وعنونة البناء ويكيليكس يكشف تورط واشنطن تدريبا وتسليحا في حرب اليمن من صحيفة البناء إلى صحيفة الحياة السعودية وفي عنوينها بوتن والأسد يختلفان على مصير حلب ديمستورة للحياة هزيمة داعش في سوريا تتطلب مشاركة السنة وأيضا في صحيفة الحياة عملية خاطفة للجيش اللبناني تأثر أميرا لداعش الجيش يقترب من السيطرة على شرق الموصل وصد هجمات مباغدة على جنوب تلعفر في صحيفة الوطن العمانية نقرأ لهذا اليوم سوريا الجيش يتقدم بثبات في حلب والإرهابيون يقصفون ضواحي دمشق أنقرات خطت لإقامة قاعدة عسكرية حرائق إسرائيل إخلاء مستوطنات بالقدس وتحذير من انهيار شبكات الإطفاء شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال على حاجز شعفض من صحيفة الوطن العمانية إلى صحيفة النهار الكويتية وفيها نقرأ الكويت تنتخب الكلمة للشباب 293 مرشحا يتنفسون اليوم على الفوز بعضوية مجلس الأمة الخامس عشر أئمة المساجد اختار من يقدم المصلحة العامة على مصلحته الشخصية من صحيفة النهار الكويتية إلى الدستور الأردنية وعنونت حرائق إسرائيل تشتعل اليوم الرابع عشرون طائرة أجنبية تساعد بإخمادها أردغان يهدد بإغراق أوروبا بالمهاجرين إلى صحيفة القدس العربي وأيضا نقرأ فيها الحرائق تتواصل في إسرائيل وحخام صفد يحرد على قتل العرب اعتقال ثلاثة عشر شخصا من الأقليات وتواقم فلسطينية وأردنية ومصرية لإطفائها مصر هجوم في سيناء يوقع ثلاثة عشر قتيلا من الجيش والشرطة ونختم هذه الجولة مع صحيفة الشروق التونسية ونقرأ في عنوينها الإضراب العام يقسم التونسيين العباسي للشروق تنصل الحكومة وراء قرار الإضراب مع هذا العنوان نختم هذه الجولة في عنوين بعض الصحف العربية طبعا لتحليل هذه العنوين في برنامج أخر طبعا ولان إليك لانا شكرا لك سار إذن نحن نعود لنذكر بعنوين النشرة في دالكاسترو أبو ثورة الكوبية يرحل وعن تسعة عقود من النضال حولت الجزيرة الصغيرة قوة عظمى بقيامها ومواقفها الحجد الشعبي يلمح إلى مسؤولية طائرات التحالف عن إطلاق صاروخ استهدف اجتماعا لقيادته في مطار تل عفر مصدر أمني في غرفة عملية حلب يقول أن الرياضة واشنطن وأنقرة أبلغ جيش الفتح عدم الخروج من شرق حلب والإعداد لهجوم جديد الكويتيون يتوجهون إلى صندوق الاقتراع لانتخاب مجلس أمة جديدة للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقع المايدين على الإنترنت المايدين دوت نت وموقعنا بالإسبانية اسبانول دوت المايدين دوت نت وصفحات المايدين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى هنا تنتهي النشرة شكرا للمتابعة ترجمة نانسي قنقر